طالبات الصف الاول التجاري والفندقي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية طبعا في الحلقة الماضية متذكرين ان احنا تناولنا اشعارات التسوية يعرفنا ان اشعارات التسوية نوعين من الاشعارات الاشعارات المدينة والاشعارات الدائنة اللي هما الديبت نوت والكريدت نوت طبعا كنا اتكلمنا عن الحالات الاساسية لارسال كل اشعار وان كان فيه بعض الطلبة من تعليقاتهم على القناة التعليمية على صفحة قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب كان فيه بعض الاستفسارات كان لسه برضو مش قادرين نميز ما بين الاشعار المدين والاشعار الدائنة هنرجع في بداية الحلقة على الاشعارات وهنشوف الموضل او اللي يود بتاع الديبت نوت والكريدت نوت هنبدأ نتناولهم تاني الاشعارات التسوية سؤال مهم جدا في الامتحان ما ينفعش ان احنا يبقى فيه عندنا اي مشكلة فيه طبعا احنا اتفقنا بأمر الله ان احنا عندنا الامتحان بيتكون من ثلاث نقاط اول جزء طبعا في الجزء العملي يعني احنا عندنا اجزاء نظرية هنتناولها في النمازج الامتحانات اللي هنبدأ نحلها معاكم بأمر الله في الفترة القادمة بأمر الله هجيلي بخلاف الجزء النظري هجيلي ثلاث حاجات اجزاء عملية في الامتحان بيجي لي رسالة من الثلاث رسائل أنا عندي الانكوياري عندي الكوتيشن عندي الأوردر ثلاث رسائل وعندي كمان الانفويس بأمر الله بأي شكل من الأشكال اللي تناولناها في الحلقات السابقة وعندنا ديبت نوت أو كريدت نوت بيجي لي إشعار واحد فقط منهم وطبعا ساعات ما بيحدد ليش نوع الإشعار ساعات بيقول لنا عايز الإشعار المناسب زي ستابل نوت الإشعار المناسب يبقى أنا لازم أكون عارف الاختلاف ما بين الإشعار المدين والإشعار الدائن علشان فيه كلمات دالة على الإشعار المدين وكلمات دالة على الإشعار الدائن هنتناولهم تاني بالتفصيل النهاردة طبعا ده بناء على رغباتكم وبالتالي عايزين نعدل حلقة بتاعتنا بأمر الله بدون أي مشاكل وعايزين نخرج من الحلقة قادرين نميز بشكل أساسي ما بين الديبت نوت والكريدت نوت كان عندي الديبت نوت الإشعار المدين كان طبعا سنت باي سيلر توبير وكان الاشعار الدقن او الكريدت نوت برضو كان يبقى كده كده اتفقنا ان الاشعارات بالكامل بيرسلها سيلر تو باير يبقى الاشعار سواء الاشعار المدين او الاشعار الدقن لكن الاسباب هي اللي بتختلف المدين لحالات وادقن كمان كان فيه تمارين خدناها كهومورك المرة اللي فاتت كان نوع من انواع التدريب بيننا وبين نفسينا كده لغاية ما نشوف الحل النموذجي للتمارين اللي خدناها في الحلقة السابقة كان فيه تمارين عدناها وقلنا نجيه هومورك هنحلهم النهاردة مع بعض عشان نتأكد اللي حلهم يعرف هو حلهم صح او لو فيه اي ملحوظة يبدأ يبص عليها تاني وان شاء الله نصحح اي اخطاء موجودة عندكم في اي حاجة وكالعادة النصيحة ان لو فيه اي تعليق على اي جزئية في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية الفيديو الخاص بيها على قناة مصر للتعليم الفني هننزل تحت الفيديو وهنعمل التعليق بتاعنا ان احنا بنستفسر عن اي جزئية هنسأل عنها وبأمر الله لو معرفناش نرد عليها في نفس الكومنت هنبدأ نرد عليها في الحلقة القادمة على طول للوقت اللي احنا هنكتب فيه التعليق بتاعنا تمام نبدأ نبص على الديبت نوت كبداية تاني نراجع الديبت نوت قادي الادجستمنت نوت الديبت نوت نراجعه بسرعة تعريفات يا شباب علشان التعريفات مهمة والاسباب اللي هنبعت بسببها الديبت نوت الديبت نوت الديفينيشن كان وقلنا كلمة ديكريس ايرور يعني خطأ بالنقص خطأ تم عنه نتيجة المطالبة بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي دي كالعادة معلومة مهمة للديبت نوت الجزء المهم جدا بقى ان احنا نعرف الـ main reasons of sending the debit note ايه هي الاسباب الاساسية اللي بتخليني ابعث اشعار مدين الحاجات الاساسية اللي بتخليني ابعث اشعار مدين اول حاجة and under charge تاني حاجة and under value وقلنا ان ال under charge مشكلتها فيه price في السعر نفسه هو الا اقل من المبلغ او السعر اللي تمت الموافقة عليه لكن ال under value بيتكلم عن total calculated total المبلغ الاجمالي اللي انا حسبته فعلا lower than the total actual اقل من المبلغ الاجمالي الحقيقي الفعلي يبقى اول سببين تاني تاني بنعيد على الكلام علشان بعد كده ما يبقاش عندنا اي مشكلة في النوتس بتاعتنا الديبت نوت ما له الديبت نوت اول حاجة and under charge و and under value نخلي بالنا من الكلمات الدالة على النوتس الحاجة التالتة اللي هي الان omission omission اللي هو السهوة او الحزف ده طبعا goods sent and not recorded وكلمنا عن الجزئية دي بالتفصيل في الحلقة السابقة goods sent بضاعة تم ارسالها and not recorded نخلي بالنا send not recorded يبقى debit note انا بوضح تاني تاني لاعزاء الطلبة والطالبات ان نتكلم تاني عن omission لان فيه omission في الكريدت نوت وفيه omission في الكريدت نوت الommission الخاص بالديبت نوت goods sent and not recorded بضاعة تم ارسالها ولم يتم اثبتها او تسجيلها بالفاتورة الحاجة التانية اللي ممكن يبقى فيها سهوة في الاشعار المدين من اسباب ارسال الاشعار المدين هي not recorded نخلي بالنا برضو من كلمة not recorded تاني not recorded يبقى بالنسبة للجودز بتبقى sent and not recorded بالنسبة للexpenses او المصرفات بتبقى not recorded يعني بضاعة تم ارسالها وانفاق مصاريف عليها وانا نسيت اسجل جزء او كل المصرفات ممكن اكون نسيت اسجل جزء من المصرفات مصرف من الاثنين الخاصين بالex works او التسليم مخازن البائع لكن ممكن انسى النوع واحد من الاكسبنسس سواء الكارج او البورتريج وممكن انسى اسجل المصرفات بالكامل في الحالتين ده او مشن بيستدعي ارسال ديبت نوت كده عرفنا الاسباب الرئيسية لارسال ديبت نوت ايه هما تاني نتذكرهم قبل ما نشوف اللياوت عندي اه تلات اسباب السبب الاولاني ان اندر تشارج والتاني ان اندر فاليو والتالت ان امميشن بعرف الامميشن هنا من كلمة سنت وكلمة نوت ريكوردد كلام غاية في الاهمية نبص على ديبت نوت لاياوت احنا كنا حلينا بعض التمارين في الحلقة السابقة لكن ده طبعا مثال توجيحي لللياوت اللي حضرتك هتمشي عليه في حالة طلب الديبت نوت بنبدأ بالسندر السندر اللي هو سيلر سيلرز نيم بداية بحط اسم الباقع ادرس اند تاون طبعا بياناته كاملة اسمه وعنوانه بالمحافظة الخاصة بي بعد كده بحط التاليفون بحط فاكس لو في ايميل كمان بيبقى موجود عندي ضمن البيانات نخش بعد كده على الديت كالعادة البيانات بعديها الديت ادي الديت يا شباب ده الديت بتاعنا نيجي بعد كده للديبت نوت نمبر نفتكر الخاص بالديبت نوت دي ان تمام كده الديبت نوت اللي هو الاشعار المدين ده رقم الاشعار لو جالي الاشعار مرسوم جاهز في الورقة ورقة الامتحان بتاعي ممكن يبقى الديبت نوت رقم ومكتوب ولو مش مكتوب رقم الديبت نوت بنلاقي موجود في التاريخ في نهاية التمرين بنلاقي الديبت نوت نمبر كام وبنلاقي الديت كمان طبعا في نفس العملية بعد كده بنبص على الادرس اس داتا طبعا ده الشخص المدسل الي المدسل الي هنا هو البير باير باير زنيم بياناته كاملة لا يا مستر باير زنيم والادرس والتاون فقط دول البيانات الخاصة بي ديبت نوت سواء للسيلر او لي البير بيجي لي جدول في التمرين مكوّن من خانتين خانة الديسكريبشن وخانة الاماونت طبعا بستبدل خانة الاماونت بخانة التوتال التوتال الي هو الاجمالي واجب كلام اللي انا اول لما بشوفه في التمرين بعرف انه طالب مني ديبت نوت ايه هو الكلام ايه هو الكلام اندر تشارج اندر فاليو ان اماشن دول التلات اسباب اللي بيستدعو ارسال اشعار مدين او ديبت نوت املي دي طبعا اني بفقط المبلغ بكتبه بالحروف المبلغ الخاص بالاشعار المدين يبقى دا كده الشكل اللي حضرتك هتتبعه وانت اه شغال في الاشعار المدين هتعمل بالشكل اللي مطلوب او الشكل اللي موجود قدامي على الشاشة الاكزامبل خدناه الحلقة اللي فاتت كله يراجع معايا بتكلم عن الطلبة الممتازين اللي حلوا التمرين اللي خدناه في الهومورك طبعا احنا كنا واخدين التمرين في الهومورك الحلقة اللي فاتت اه دايما بحط لكم تمرين من ضمن التمرين اللي انا اه بحضرها قبل الحلقة بحط تمرين للطالب ليه بحط تمرين للطالب علشان حضرتك تتعامل مع جزء عمل في في مادة باللغة الانجليزية عشان نتعامل مع الجزء العملي لازم حل بايدي ما ينفعش ان انا ابص فقط او افهم فقط بعيني لا طبعا الممارسة العملية للمادة اهم من الجزء ان انا اشاهدها فقط كده كانها مادة نظر لا طبعا لازم الاجزاء العملية اطمرن عليها بايدي اجيب ورق او قلم شوف المسطر بيحل التمرين ازاي عندي الكتاب المدرسي كمان هيبقى دليل معايا في بعض الاحيان مع الحلقات بتاعتنا مع المسطر بتاعت اللي بيشرحلي في المدرسة اذا انا بحاول استوفي المعلومة من اكتر من مكان وطبعا بامر الله هنوصل للمعلومة المزبوطة السليمة بنسبة مليون في المية بامر الله نبص على التمرين اللي احنا اخدناه في الهومورك ونشوف الشباب الممتازين بتاعنا وصلوا لايه طبعا السيلر كان كايرو كومبيوتر كامباني العنوان تن الشهيد ستريت كايرو مجيني تاليفون مجيني فاكس سكرين شوت يا شباب كالعادة زي ما تعودنا سكرين شوت لالتمرين عشان ما نقعدش نقلب او نحطار او ننسى البيانات بتاعت التمرين نبص على الباير الباير اللي هلمي لانوان تن سابري ستريت جيزة بيانات الباير هنا شباب بدون جدوى ليه مدهال يا مستر حضرتك مدهالك عشان حضرتك لو مركز معايا كويس هتحطيلي بالنسبة للباير في الدكيومنت بتاعي في المستند اللي هو الديبت نوت هنلاقي التلفون والنمبر والفاكس نمبر مش موجودين طب انا حطتهم في التمرين ليه عشان ترك كده صغيرة كده لحضرتك عشان لو حطتهم لي اعرف ان انت مش مركز في البيانات اللي انا بقولها لك والمعلومات اللي بتيجي في الحلقة بتاعتنا حضرتك ما خدتش بالك ان انا قلت ان المرسل اليه الادرسيز دادة طبعا من ساعة تما كنا بنتعامل مع ذسايل مرورا بالفطورة ومرورا بالاشعارات التسوية سواء مدينة او دائنة عارفين ان مفيش اي بيانات بتتحطي للمرسل اليه البيانات فقط للراسل اتمنى ان المعلومات شباب بتوعنا الممتازين والبنات بتوعنا الممتازات يخلوا بالهم من الموضوع ده هنا بيقول لي السيلار كان بيعمل تشك للانفويس الخاصة به اكتشف ايه بقى يا شباب اكتشف اندر تشارج اندر تشارج اكتشف خطأ بالنقص في البرايس بالنسبة للفطورة اللي ارسلت اكتشف اندر تشارج اكتشف ان في مشكلة خاصة بنقص في قيمة الاسعار المثبتة بالفطورة بكامل نقص ده يا مستر النقص الاماونت بتاعي 800 النقص بتاعي بمبلغ 800 جنيه المطلوب ذا ديبت نوت مستر ما هو قال لي انا عايز ديبت نوت ايوة استاذ في تمرين تاني اقولك ذا ساتوب نوت ايوة انا عايز الاشعار المناسب حضرتك لازم تبقى عارف ان كلمة اندر تشارج اندر تشارج اذا دا ديبت نوت ننبر 66 ادي رقم الاشعار ديت جنيوري 5 2021 كالعادة نخلي بالنا ان التاريخ الخاص بالفطورة اللي كان فيها خطأ واللي موجود في خانة الديسكريبشن اقل من التاريخ الخاص بارسال الاشعار اللي موجود في الريكويرد او المطلوب ودي معلومات مهمة نخلي بالنا منها جدا نخلي بالنا من المعلومات لان كان في طلبة فاسناء تدريسي لديبت نوت والكريدت نوت في الفصل اللي انا بتجيله المادة في المدرسة طي سألني يا مستر ازاي في تاريخين قلنا ان في فطورة فيها خطأ تم تصححها باشعار والتاريخ بتاع الفطورة سابق لتاريخ الاشعار يبقى انا تمت عملية خاطئة في الفطورة اللي انا ارسلتها يوم 2 يناير لكن تم تصححها باشعار مدين تم ارساله يوم 5 يناير وده ترتيب منطقي للتواريخ للناس اللي بتركز كويس والطلبة الممتازين اللي بيتابعونا دلوقتي نبص على الديبت نوت ذا الديبت نوت هنبدأ بايه حد يفكرني هنبدأ بي السلارز داتا بيانات البائع هنبدأ يا شباب ببيانات البائع مين هو البائع والله يا مستر لما نرجع للتمرين هنلاقي البائع كايرو كومبيوتر كامباني والعنوان هنلاقي تن الشهيد ستريت كايرو دي بيانات السلارز كم مديني كمان تالفون كم مديني فاكس ودول مسبتين في بيانات التمرين ودول يا دوبك هنقلهم من التمرين فقط بخش بعد كده على الديت الديت التاريخ جنياور رفاف 2021 مستر هنحط أنهي تاريخ هنا هنحط تاريخ الإشعار اللي موجود في الريكوارد في آخر التمرين بتاعي يبقى الديت جنياوري 5 2021 بعد كده هنحط الديبت نوت نمبر كالعادة قلنا لو راسم شكل المستند بتاعي هلاقيه ممكن يكون كاتب لي رقم الديبت نوت لكن لو مش مرسوم الإشعار بتاعي وده أنا أتمنى أنه احنا نتعود نرسم المستند من نفسنا مش عايزين نعتمد على أنه يبقى فيه حاجة مرسومة وأنا هبدأ أن أنا أكملها طب ليه مستر علشان يبقى بياناتي ومعلوماتي وأنا بحل التمرين أنا مركز فيها بنسبة 100% بحيث أنه أي حاجة تحصل لي أو ظرفي يحصل لي داخل الامتحان ولو حصل إنه لقيت المستند مش مرسوم أقدر أرسمه بنفسي مش أعطل واسيب التمرين ما أقدرش أحله لا طبعا إحنا بنأمن نفسنا يا شباب علشان أي ظرف يحصل لي وأنا قاعد بحل امتحان مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية أبقى أنا جاهز ليه تماما وما عنديش أي مشكلة حتى لو ما فيش بيانات خالص ما فيش مرسوم عندي داخل الوراء أو بالتالي أقدر أرسمه من نفسي لإني متعود عليه إن أنا أجيب البيانات بالكامل من التمرين وأعتقد إن دي حاجة بسيطة مش هتسبب لي أي إرهاق أو أي تعب نبص بعد كده على البيارز داتا البيارز داتا نيم طبعا بيارز نيم علي هلمي كمان الادرس اند تاون تن صبري ستريت جيزة فين البيانات فين التاليفون فين الفاكس لا 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 يا أستاذ ما فيش لا تاليفون ولا فاكس للأدرسي الشخص المدسل إليه ملهوش بيانات ليه اسمه وعنوان فقط ما فيش لا تاليفون ولا فاكس حتى لو كان موجود في التمرين نبص بعد كده على الديسكريبشن الديسكريبشن اللي كان في التمرين المبلغ هنقفل كده الخانة وهنزل نفس الرقم تاني ليه نزلت نفس الرقم لأن ما عنديش أي أخطاء باستثناء الخطأ ده لو في مبلغ تاني اكتشفته في مشكلة تستدعي إرسال إشعار مدين هزبته هنا أنا بكلمك في الواقع اللي بيحصل داخل المنشآت التجارية يعني أنا اكتشفت خطأ بـ 800 وخطأ مثلا مثلا بـ 200 بحطهم هنا الـ 2 800 وـ 200 بجمعهم بيديني الـ 1000 لكن دايما هيجي للتمرين في رقم واحد فقط هو اللي فيه مشكلة بتستدعي إرسال الإشعار هنزل نفس المبلغ وكلمة اللي بنفقر بيها المبلغ بتاعنا ده بالنسبة للإشعار المدين قبل ما نستدرج ونبص على باقي الحلقات أو التمرين بتاعتنا في جزئية عايزين ننوه ليها إيه هي الجزئية اللي عايزين ننوه ليها إن الإشعار المدين ممكن تاني ما يجي ليش بكلمة ديبت نوت ممكن في المطلوب ما يقول ليش ممكن يقول لي وساعتها لازم أكون عارف الثلاث أسباب اللي بتخليني أرسل إشعار مدين نرجعهم للمرة الثالثة أو الرابعة ومشان ملي منهم ومشان نزق خالص إن احنا نعدهم تاني عشان ما نطلق بطش فيهم لما يقول لي في التمرين كلمة 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 والأميشن كحالة خاصة يعني خلي بالي منه لأن فيه اتنين الأميشن الأميشن الخاص بالدبيت نوت بيبقى بيبقى خلي بالك نوت ريكوردد لم يتم تسجيله إذا كانت بضاعة لم يتم تسجيلها فقط إذا كان من ضمن الـ أو المصروفات الإجزامبل الثاني لديك البيانات الآتية سلر ده البائع مجيني البستان عنوانه طلعت هرب ستريت كايرو ده عنوان السلر تليفون ده رقم التليفون ورقم الفاكس الخاصين بالسلر نيجي للبائع البائع اللي هو المشتري أول حاجة هتجيلي اسم المشتري تكنيكل كامباني اتي ايت هرية رود كايرو خلي بالك من كلمة رود رود زي الستريت وزي السكوار إن احنا ما تكلمنا قبل كده عن الستريت والسكوار قلنا دول بيميزوا العنوان في كلمة تالتة آهي مش شائعة لكن موجودة وانضفها للقاموس بتاعنا رود يعني طريق طريق الحذية وبالتالي ده يبقى آآ آآ برضو دليل على العنوان زي كلمة آآ ستريت وزي كلمة سكوار تمام تليفون قبل ما حول الصفحة خد الاسكين شوت بتاعك قبل ما نكمل بعد كده بيقول لي المشكلة اللي ظهرت ايه هي المشكلة اللي ظهرت كالعادة البائع وهو بيراجع الفواتير بتاعته اكتشف ايه اكتشف في الديسكريبشن اماشن اماشن يعني حذف او سهوة نسي يعني نسي يثبت حاجة خلي بالك كده نسي ايه مستر جودز سنت and not recorded بضاعة تم ارسلها ولم يتم اثبتها بالفطورة on invoice number five hundred and one dated december twenty nineth twenty twenty يبقى الرجل اكتشف ايه يا شباب اكتشف اماشن اماشن يعني سهوة نسي ايه بقى يا ترى نسي يثبت بضاعة في الفطور مع انه ارسل البضاعة غلط واسبت عدد اقل من المرسل فده بيستدعي ارسال اشعار مدين عرفنا منين كلمة اماشن لوحدها مش كفاية اماشن يعني نسي ايه وقلنا الاخطاء الخاصة بالسهوة او النسيان نوعين في جزء منهم خاص بالاشعار المدين وفي جزء منهم خاص بالاشعار الدائن لكن لما اقرأ الجملة اللي بعد كلمة اماشن هفهم كل حاجة جزء سانت آند نوت ريكوردد كلمتين غاية في الاهمية كلمة سانت وكلمة نوت ريكوردد دول بيخلوني اعرف ان ده ديبت نوت ايه ريكوايرد طلب مني ايه طلب مني ذا ديبت نوت الاشعار المدين نومبر سافنتي سافن ديتد ديسمبر ثارتي فارست توانتي توانتي ماشي كده شباب ناخد سكيرين شوت تاني اللي الجزء الخاص بالجدول اللي فيه الفطورة اللي كان فيها الخطأ مع الاماونت واللي فيها الدبيت نوت نومبر واللي فيها الديت ونبدأ نشوف الدبيت نوت كالعادة في البداية هنحط السيلرز داتا كاملة اس عنوان تليفون وفاكس وبرضو لو كان في الايميل تمام كده نشوفهم تاني البستان كومبيوتر كامباني ده اسم السيلر وان هندرد اند سيفن طلعت حرب ستريت كايرو ده العنوان بتاعي تليفون رقم التليفون فاكس ده رقم الفاكس والديت كان ديسمبر ثيرتي فارست تونتي تونتي الديت كان موجود في التمرين وتاني ما فيش حاجة اسمها اكتب تاريخ النهاردة لان فيه اكتر من طالب سألني على الجزئية دي يا مستر لو ما فيش تاريخ اكتب تاريخ النهاردة لا لازم اما يديني مستند في المادة الخاصة بالسكرتاريا باللغة الانجليزية لازم يديني تاريخ خاص بالمستند اللي انا بأصوره قدام حضراتكم دلوقتي بعد كده بنخش المرسل الي العنوان فقط هرية رود كايرو يبقى نفس الجزء اللي اتكلمنا عليه في المثال السابق سالر داتا سالرز داتا ديت بعد كده بعد كده البايرز داتا بدون اي بيانات غير الاسم والعنوان فقط ما ننساش بعد اذنكم ننقل الجدول اللي في التمرين يا شباب كان فيه كان فيه سهوة او نسيان عبارة عن ايه بقى السهوة اللي حصل جودز سانت and not recorded يعني ايه جودز سانت and not recorded تاني بضاعة تم ارسلها ولم يتم تسجيلها ولا اثبتها بالفاتورة فاتورة جيت بعتت ام تفكرني invoice number five hundred and one الفاتورة رقم خمسمية واحد dated كانت يوم كم ديسمبر twenty ninth twenty twenty ده تاريخ الفاتورة الخاطئة اللي كان فيها السهوة الخاص ب goods سانت and not recorded هنفقط المبلغ بتاعنا المبلغ كان seven hundred and fifty Egyptian pound اهو اهو شايفينو طيب يبقى هنا عندي only seven hundred and fifty Egyptian pound تمام كده شباب تمام كده احنا خلصنا debit note بالكامل تمام فيه بس ملحوظة عايزين مش نقولها عايزين نأكد عليها انا بأكد عليك الملحوظة اكتر من مرة شانو انا بذاكر الكلام ده نستدعي كده في الزاكرة ونبدأ نتعامل على اساسه debit note اشعار مدين الباقع بيبعثوا للمشتري ليه علشان يصحح خطأ تم في الفاتورة ونتج عنه نتج عنه ايه؟ نتج عنه المطالبة بمبلغ اقل من المطلوب وعرفته من ثلاث كلمات كلمة under charge كلمة under value كلمة omission لكن omission بس مش هتخليني اعرف نوع الاشعار طب اعرف منين نوع الاشعار يا مستر بعد ما لقي كلمة omission ابص على الكلمة اللي موجودة بعد كلمة omission هلاقي send not recorded send not recorded خلاص كده الاشعار المدين واضح وضوح الشمس ما حدش بعد كده يتلغبط في الاشعار المدين ما عنديش اي مشكلة كده في الاشعار المدين عرفنا مين بيبعته عرفنا reasons of sending the debit note الاسباب اللي بتخليني ابعت اشعار مدين وعرفنا كمان طبعا الجزء الخاص بالlayout او model of debit note وحلينا examples الطلبة الممتازين اللي حلوا التمرينين دول الحلقة السابقة يرجعوا اجابتهم هيلقوا ان شاء الله بأمر الله هيلقوا نفسهم حلين التمرين بدون اي مشاكل ولو في اي حاجة انا اطلق بط فيها وانا بحل الوجب بتاعي ارجع ابص على الحل اللي تناولناه من لحظات ونبدأ نصحح الخطأ ولو في حاجة واقفة قدامي او مش عارف ان انا استوعبها كويس ممكن الكومنتات بتاعتكم بأمر الله وهنجاوب عليكم في اقرب لحظة نخش على النوع التاني من الاشعارات الخاصة بالتسوية اللي هو الكريدت نوت الكريدت نوت هو الاشعار الدائن الاشعار الدائن لو انا فهمت الاشعار المدين كويس الاشعار الدائن عكسه تماما في كل الاسباب اللي تم ارسال الاشعار المدين بسببها الاسباب العكسية لها بالزبط هي اللي هتخليني ابعت اشعار دائن الاشعار المدين كان البائع بعته للمشتري علشان في خطأ نتج عنه مطالبته بمبلغ اقل من المطلوب ازن الاشعار الدائن هيبعته البائع للمشتري في حالة حدوث خطأ ينتج عنه ها خطأ تمت المطالبة بيه بمبلغ اكبر من اللازم يبقى انا هنا هعالج خطأ بالزيادة مش خطأ بالنقص خطأ بالزيادة واتفقنا ان الاشعارين سواء المدين او الدائن سواء الاشعار المدين او الاشعار الدائن هيبعتهم البائع المشتري ما بيبعتش اشعارات اتمنى ان الكلام ده ما ننسهوش نبص على الكريديت نوت كالعادة اول حاجة عايزها هي الديفينيشن الديفينيشن التعريف بتاع الكريديت نوت خدناه في الحلقة السابقة ولكن ضمن سياق الحديث عن الاشعارات بنتكلم عنها بالكامل علشان نستوفي الموضوع بدون اي مشكلة ما تحصل لحد فينا وهو بيتابع الحلقة تاني الديفينيشن بتاع الكريديت نوت هو اشعار او رسالة هو اشعار لتصحيح لتصحيح يعني زيادة يبقى هنا الخطأ خطأ بالايه خطأ بالزيادة الخطأ هنا خطأ بالزيادة في الفطورة يبقى الكريديت نوت برضو لكن السبب اختلف هناك كنت بصحح هناك كريديت نوت ماشي نبدأ نبص على ايه هي الاسباب اللي هتخلي البائع يبعث اشعار دائم نبص تاني ايه هي الاسباب اللي هتخلي البائع يبعت اشعار دائم نبص تاني ان اوفر تشارج هناك كان ان ان انضتشارج في الاشعار المديل لكن في الاشعار الدائم ان اوفر تشارج المبلغ اللي تم إثباته أكبر من المبلغ اللي تمت الموافقة عليه واللي كان مرسل في رسالة التسعيد يبقى ايه هو الـ أنت حسبتني على سعر البضاعة أعلى من المبلغ المتفق عليه السبب الثاني أن أوفر فاليو أوفر فاليو يعني التوتل بقى دايما الفاليو بتبقى ليها علاقة بالتوتل كالكوليتد والتوتل أكتول مبلغ الإجمالي اللي تم حسابه حسابه فين؟ في الفطورة أكبر من المبلغ الإجمالي الحقيقي الفعلي ده بالنسبة ليه الأوفر تشارج والأوفر فاليو اللي اتنين ليهم عكس في الإشعار المدين كان أندر تشارج وأندر فاليو لكن دلوقتي فيه أوفر تشارج وفيه أوفر فاليو أوفر أكبر أو أزيد سبب التالت الله يا مستد الله ده تاني ما ده اللي حذرنا منه من شوية أن فيه في الإشعار المدين فيه في الإشعار الدائن لكن لازم أبص على الكلمة اللي بعد كلمة عشان أعرف ده إشعار مدين ولا إشعار دائن هلغي الكلمة دي شوية وأسألك فاكر الاماشن اللي كان في الإشعار المدين أيوة يا مستر فاكره كان إيه الاماشن اللي كان في الإشعار المدين كان يا مستر سانت نوت ريكوردد أيوة كان سانت نوت ريكوردد لكن دلوقتي ها؟ لا دلوقتي نبص كده هنا العكس هنا العكس بيقول إيه بقى يا أستاذ؟ بيقول جودز ريكوردد أند نوت سانت طب هناك كان إيه؟ سانت نوت ريكوردد هنا العكس ريكوردد نوت سانت يريد؟ ملاقيش حد عنده مشكلة في الجزء ده خالص يا شباب بعد إذنكم جزء مهم جدا في الإشعارات ممكن يدغلطني أو يتوهني وأنا بعمل الإشعار ومقدرش أحدد نوعه وبالذات لو جالي الأمماشن جودز ريكوردد أند نوت سانت بضاعة سجلت ولم ترسل يعني إيه سجلت ولم ترسل؟ يعني أنا كتبت لك البضاعة جوه الفطورة وبعدت لك عدد أقل من المثبت تمام؟ ها؟ تمام كده؟ يعني أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا دلوقتي أثبت عشر أجهزة وبعدت لك تمانية طب ما أنا كده؟ علي دين يبقى كده أنا حسبت لك مبلغ أكتر من المبلغ الحقيقي لأن حسبتك على عشر أجهزة وبعدت لك تمانية فقط يبقى كده المشتري لي عندنا فلوس فرق المبلغين اللي أنا حسبته عليه والمبلغ اللي طبعا مطلوب منه إذن نخلي بالنا تاني جودز ريكوردد سجلت البضاعة في الفطورة نوت سانت ما بعدتهاش وبالتالي ده إشعار دائن إيه كمان؟ تريد ديسكاونت إيز أماتد الله؟ يعني يا مستر يعني الخصم التجاري تم حزفه تم السهوة عنه نسيت أسجل الخصم التجاري ما حطتش الخصم التجاري جوه الفطورة أنا ليه خصمه ونسيت أسجله عند المشتري المشتري ليه خصم عندي خصم تجاري ونسيت أحطله الخصم داخل الفطورة وحسبته على المبلغ كامل طيب ما أنا كده خدت منه أو طالبته بمبلغ أكبر من المطلوب أيوا عشان كده ببعت له إشعار دائن في سبب رابع وده بقى مش موجود بديل ليه في الإشعار المديل يعني الثلاث أسباب اللي فاتوا كان في مقابل ليهم في الإشعار المديل سبب الرابع ملوش أي مقابل ليه أو أي سبب مقابل ليه في الإشعار المديل إيه هو السبب الرابع جودز ريتارند باي ذا باير جودز ريتارند بضاعة تم ردها من قبل المشتري يبقى المشتري لو بعت لي بضاعة على سبيل الرد إنه هو عايز يرجع لي البضاعة دي ده هيستدعي إرسال إشعار دائم وملهاش بديل وملهاش شبيه وهي فقط اللي بتميز الإشعار الدائم ومفيهاش أي لبس مع حاجة تانية خاصة بالإشعار المديل جودز ريتارند باي ذا باير بضاعة تم ردها من قبل المشتري يبقى ده الإشعار الدائم نبص على اللي اللي هو الشكل الأساسي للإشعار الدائم هو مش هيفرق كتير عن الإشعار المدين لكن لازم أخلي بالي كويس من الأسباب الخاصة بإرسال الإشعارات سواء الإشعار المدين أو الإشعار الدائم أول حاجة هابدأ بيها سالرز نيم اسم البائع أدرس أند تاون عنوان كمان بتاعه هيتم إثباته في بداية المستند تليفون فاكس جي بياناته الأساسية رقم التليفون ورقم الفاكس إيه كمان الديت بنجيبه منين الديت تاني الديت هيبقى موجود في التمرين عند كلمة المطلوب بعد كده بنحط رقم الإشعار الدائم كريدت نوت نمبر رقم الإشعار وده هيبقى موجود في التمرين بأمر الله بايرز نيم ده اسم المشتري أدرس أند تاون العنوان العنوان بتاعه كمان و المحافظة يبقى تاني الإشعار الدائم شبه الإشعار المدين في الجزء اللي ابتدينا بي في المستند بتاعي في الكريدت نوت نفس الكلام يا دوبك تغير فقط إن هنا كريدت نوت بدلا من ديبت نوت هنا كريدت نوت بدلا من ديبت نوت الديسكريبشن الوصف اللي خلاني أبعث إشعار دائن إيه بقى اللي خلاني أبعث إشعار دائن أربع حاجات يمكن إحنا المكان ما اسعفناش نحط فيه اللي أربع حاجات لكن هنقولهم تاني عشان نذكركم بيهم أوفر تشارج أوفر فاليو والآن أميشن حد فاكر الأميشن الأميشن كانوا كام حاجة كانوا حاجتين إيه هما الحاجتين أه كانت نوت نوت إيه بقى هو في نوت يا أما نوت ريكوردد يا أما نوت سنت لا هنا نوت سنت لكن ريكوردد ريكوردد نوت سنت ماشي إيه كمان؟ تريد ديسكاونت إيز أماتد تم حزف الخاص التجاري ده بالنسبة للأميشن الخاص بالكريدت نوت ماشي ماشي يا مستر في واحدة مش موجودة قدام عينينا أه إيه هي جودز البضاعة اللي تم رضاها من قبل المشتري بتتسبب في إرسال إشعار دائن هنفقط المبلغ عند كلمة آميلي آميلي وهنفقط المبلغ بتاعنا كالعادة زي ما احنا متعودين في الإنفويس وفي النوت سواء الديبت نوت أو الكريدت نوت نبص على الإجزامبل الإجزامبل لديك البيانات الآتية أول حاجة مجين السيلر مين هو السيلر البائع يا مستر السيلر محمد شلبي كورنيش ستريت أليكس مجيني التاليفون نمبر مجيني الفاكس نمبر التاني الشخص اللي موجود معايا في نفس التمرين هو الباير باير اللي هو المشتري المشتري إجيبشان باوند إجيبشان باوند إجيبشان كامباني سيكس الرمل ستريت أليكس مجيني تاليفون مجيني فاكس بعد كده بيقولي كامل المبلغ كامل المبلغ سيكس هندرد إجيبشان باوند كريدت نوت نمبر سيكس هم ديت اكتوبر تولف تونتي تونتي نبص بسرعة على شكل الكريدت نوت حطينا سيلافز نيم اسمه عنوانه تليفون وفاكس كان اكتوبر تولف تونتي تونتي رقم الكريدت نوت اي سافن واجي بيانات الباير أو المشتري بعد كده عندي الدسكريبشن ننقل الجدول اللي كان في التمرين بالضبط اوفر فاليو ان انفايس نمبر وان هندرد ديت اكتوبر تانث تونتي تونتي وهنزبت المبلغ سيكس هندرد إجيبشان باوند نزل نفس المبلغ تاني وهنفقط المبلغ بتاعنا سيكس هندرد اند فافتي إجيبشان باوند طيب دي كانت اخر حاجة تناولناها النهاردة كده تناولنا اشعارات التسوية بالكامل بالكامل بالتفصيل ديبت نوت سواء او المين ريزنس اف سندج الدبت والكريدت نوت واللي اوت الخاص بالدبت والكريدت نوت بأمر الله هيجي لي واحد منهم في الامتحان نشوفكم في حلقات قادمة بأمر الله مع مراجعات تلة الامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة